شهدت سنوات الألفين أرياحية مالية مما أدى إلى خلق فائد هيكل من السيولة للنظام المالي تطلب وضع أدوات جديدة لسياسة النقدية والصرف من قبل البنك الجزائر من أجل السيطرة على التضخم وعلى وجه الخصوص استرجاع السيولة واستهداف مستوى أساسي لسعر الصرف الفعلي للدينار والتي تزامنت مع إصدار الأمر 1103 متعلق بالنقد والقرد كما تبنى بنك الجزائر تسييرا حذرا للإحتياطات الصرف المتراكمة التي مكنت البلاد من التسديد المسبق للديون الخارجية سنة 2006 ومقاومة صدمات الأزمات المتتالية المختلفة إلى يومين هذا كالأزمة المالية لسنة 2008 والصدمة النطفية المضادة لسنة 2014 وجائحة كوفيد-19 وتجذير الإشارة هنا إلى المرونة الكبيرة في مواجهة الصدمات الذي أظهرها النظام المصرفي بعد تعزيز متطلبات الأسمال القانوني فيما يتعلق بالمخاطر والإشراف عليها ويهدف تعزيز الشمول المالي والتنويع المنتجات المصرفية أتلقى بنك الجزائر سنة 2020 منتجات الصيرف الإسلامية وشجع رقمنا وعصرنا تلك الخدمات المصرفية ولهذا الغرض باشر عملية إزالة الطابع المادي على الكشوف المالية البيانات أو التقارين سواء داخلية بين هيكل بنك الجزائر أو خارجي مع البنوك وفي هذا السياق وسعى بنك الجزائر من طبيعة منتجات وخدامات الدفع اللامادية علما بأنه ابتداء من 2018 كان قاد رافق بنك التجاري لإنشاء أول بنك الرقمي على المستوى العربي بالإضافة إلى ذلك وجراء ظهور أزمة الوباء العالمية واتساع نطاقها أطلق بنك الجزائر في جوليا سنة 2021 البرنامج الخاص لإعداد التمويل بقيمة 2100 مليار دينار لصالح البنوك بغرض توفير المزيد من السيولة لدعم الناشاط الاقتصادي في البلاد لقد كونت سنة 2022 تحدي جديد فيما يخص التحكم في التضخم كظاهرة عالمية وعليه ركز البنك الجزائر على استعمال سياسة نقدية براغماتية وبالخصوص على الصرف كآدة للتقليل من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري في ظل تحقيق ميزان المدفوعات لأول فائز منذ 2014 مما أدى إلى ارتفاع احتياط الصرف لإستفوق اليوم 60 مليار دولار أمريكي ما يقارب سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات كما تجدر الإشارة أن مؤشر الملاءات للنظام المصرفي تعززة مسجلة نسبة 22% السيد الوزير الأول السيدات والسادة لقد أدى بنك الجزائر بكل احترافية جميع المهام السيادية موكلة إليه عبر ستة عقود من الزمن ورفع بتافان ومهنية جميع التحديات التي ميزت مراحل تطور أمة غيورة على استقلالها وسياداتها ترجمة نانسي قنقر